فيه طلب متزايد يعني فيه ضغط على الجو التير من منطقة هونيك فهيدا كان المشروع مدروس من زمان تأخر تنفيذه لعدد أسباب بس هلا قدروا يصير يعمل وهيدا بتفرجيكي كيف الموقع كالإمارات صار كمركز تواصل بين الشمال والشرق وبين الغرب والشرق يعني صار نقطة هب هوني عم يجي من أوروبا من أميركا كان نقطة توصل مع الهند ومع الصين يلي هي الأسواق الكبيرة يلي جاي فدوباي بل الشتاء وهلأ أبو دبي عم تكمله فهيدا بتفرجيكي قديش أهمية المنطقة بالنسبة لنا الأهمية بالنسبة لنا كمال طرفان يعني أول شي نطلع البترول سعره كل الدراسات عم تقول لها حقا فوق المية والبريك إيفن صارت تقريبا بالتسعين يعني دايما البترول على السنين الجاي يكون دخله في فائد يلي لا حيكون فيه أجان استثمار بمشاريع كتير فالاستثمار بالمشاريع الكبيرة سنكون بالبناء التحتية أو بالمشاريع الثاني مثل الأوتالات الزيادة مع أنه هلأ أبو دبي يقرر وما يزيد الأوتالات بس يمكن المرافق الثاني أو البناء السكني أو 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 وهلأ كل المشاكل القطاع عم تنحل هيدا كلها بالنسبة لنا أخبار طيبة وإيجابية لأنه فيه لازم حدا يعمر هالمشاريع البناء التحتية أو للمشاريع الثانية اللي بدأت يجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر